يسعد كل أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم في قناتنا فكرة وتبخة مع أم أحمد رح نحضر في فيديو اليوم إن شاء الله سمك مشوي رح نحضره بطريقة مميزة وتتبيلة شهية وطعم عن جد مميز هاي التتبيلة اللي رح نحملها رح تصبط معك لكل أنواع السمك في البداية لو أول مرة بتزور القناة بتمنى الاشتراك فيها وتفعيل جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد بنقدمه بتمنى فيديو اليوم إنها لإعجابكم تضغطوا على زر الإعجاب في فيديو اليوم اخترت أنا 2 كيلو من السمك الدنيس زي ما أنتوا شايفين من الضفين من الخارج ومن القلب رح أعمل فيهم هالحركة البسيطة هي عبارة عن شرحة بالميل هي عبارة عن فتحات حتى أدخل فيها التتبيلة اللي رح أتبل فيها السمك حتى يمتص السمك أكبر كمية من النكهة اللي إحنا محضرينها هاي خطوة مسبقة بنحضرها وبنترك السمكات على جنب وخلينا نحضر الخليط اللي رح نعمل فيه ومتل ما حكت لكم هالخليط رح يزبط لكل أنواع السمك المشوي هو عبارة عن بقدونس مقطع وبندورة وبهرات مشكلة مع دبس البندورة والفلفل الحار خلينا نبدأ باستخدام محضرة التعام رح أضيف حبة بندورة كبيرة مقطعة مع باقة من البقدونس المفروم وتوم مهروس وفلفل حار رح أضيف عليهم الليمون والزيت الزيتون والخل هون أنا ضفت الخل كم مش مبين وبضيف ملعقتين إكبار من الكمون ومنبهار السمك وعنا البابركة البابركة كتير مميزة في هاي الوصفة بتعطي لون ونكهة رح نضيف كمان دبس البندورة عليها ونضربها بالماكنة لحتى ما تسير بهذا الشكل ما تنسوا الملح طبعا أكيد ما يعني ضروري هلأ برفع جزء بسيط من هاي الكمية وأول خطوة رح أعملها ببشر حبة من الليمون وبقلب فيها السمك فرق كتير منيح من الداخل ومن الخارج حتى تتعزز نكهة الليمون هلأ ببدأ أتبل السمكات بالحشوة اللي عملتها أو بالتتويلة اللي عملتها بحاول أدخل في البداية من قلب السمكة ومن الفتحات اللي أنا عملتها هي مجرد عملية بسيطة بنعمل لها شوية تدليك للسمكة في هاي الخليط حتى تمتص كل إنكها بهذا الشكل لكل السمكات اللي موجودة عنا هلأ هون إحنا رح نقدم اليوم السمك مع الخضار أنت إذا بدك تستغني عن الخضار بسير لكن مع الخضار أنا شفته إنه أطياب كثير هلأ الصينية اللي عنا في البداية بغلفها بورق الزبدة حتى ما توصل الخضار على سطح الصينية عندي بطاطة هون 3 حبات متوسطات الحجم قطعتهم بالقطاعة قطعوهم بأي شكل بتحبوه بوزع عليهم كمية منيحة من شرائح الجزر وبالنسبة لشرائح الجزر لأنه السمك ما بيأخذ وقت في الاستواء اعملوهم بشكل رقيق جداً حطيت معهم 3 حبات من الكوسة الحبات اللي أنا اخترتهم صغيرة بتعطي نكها مميزة مع هذا الخضار المشوي طبعاً والفلفل الحار ما بننسى هون أنا برش الملاح في البداية على الخضار وزيت الزيتون وبضيف هاي التتبيلة اللي أنا اعملتها رح أقلب فيها الخضار كثير منيح حتى تتوزع عليهم التتبيلة ويحصلوا على نفس الطعم اللي موجود في الأسماك وبرجع بفردهم وبرتبهم كثير منيح حتى يكونوا هم الطبقة الأسفل للسمكات طبعاً هاي الصينية من السواني اللي كثير احنا بنفضلها وسهلة مثل ما انتوا شايفين ما بتأخذ وقت لا بالاستواء ولا بالتحضير بنقلب باقي الخليط اللي ضل عنا على السمكات وبنرسهم فوق الخضار وهيك صارت جاهزة إنه ندخلها على الفرن بالنسبة للفرن هون ما رح تأخذ وقت مجرد 30 دقيقة رح تكون معنا جاهزة بنرجع نغطيها برضو بورق الزبدة ما تخلي ورق الألمنيوم يوصل دايماً على أي نوع من الأطعمة بنغلفها هلأ بورقة الزبدة بنرفعها على الفرر بعد تقريباً 40 دقيقة رفعتهم أنا وحمرتها شوي من على الشواية طلعت معنا بهاي النتيجة يعني الريحة واو ما شاء الله كثير بتشاهي بتمنى إنه تعجبكم وصفتنا وتجربوها وتحكو لي شو رأيكم فيها وإن شاء الله إنها مثل ما حكيت لكم تكون طريقة مفضلة عندكم هي سريعة وسهلة وما أخذت مننا وقت ورح تشوفوا إنه السمك فيها داية بدوب حتى الخضار اللي تحت السمك ما يخذ نكها مش طبيعية ما شاء الله شوفوا يعني كلها استوت بنفس الوقت دائماً خلوا الخضار رقيق حتى يستوي بصورة سريعة هلأ هون أنا رح أعمل سوس صغير جنب الأسماك طبعاً اللي هو عبارة عن البابريكا وزيت الزيتون والخل والثوم المهروس والملح وبضيف عليهم فلفل أبيض بقلبهم كثير مني حاية تغميسة مع السمك كثير روعة بتشاهي جربوها إن شاء الله إنها بتنال إعجابكم هي خصوصي للأسماك ممكن تضيف عليها بهار السمك أو الكمون أي إضافة أنت بتحبيها طبعاً أنا اليوم عملت جنبه سلطة البقدونسية ومتبه لبابا غنوج كثير أطباق مميزة جنب الأسماك بتعملوا ممكن سلطة الجرجير أي نوع من السلطات بتكون مناسبة إلها وهيك صار طبقنا جاهز ويعطيكم ألف عافية شكراً لكم على حسن المتابعة ما تنسوا دعم الفيديو بالتعليق عليه والضغط على زر الإعجاب بكون مشكورة لكم أهلا وسهلا فيكم ترجمة نانسي قنقر